الأصل الثالث من الأصول الثلاثة السؤال الثالثة تسأل عنه في قبرك من نبيك عليه الصلاة والسلام هو محمد عليه الصلاة والسلام ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن حاشم وحاشم من قرائش وقرائش من العرب والعرب من ذرية إسماعيل ابن إبراهيم عليهم وعلى نبينا فضل الصلاة والسلام وقرائش من العرب من إبراهيم وإسماعيل وعلى نبينا فضل الصلاة والسلام لهم من العمر 63 سنة نبي النايسم صلى الله وعلى وسلم عرب Där يصبح 30 قبل النبوعة 23 نبياً ورسولاً هو نبي ورسول عليه الصلاة والسلام أول ما نزل عليه عليه الصلاة والسلام وهو نبي أول سورة العلق اقرأ باسم ربك وأول ما نزل عليه عليه الصلاة والسلام وهو رسول يا أيها المدثر أول سورة المدثر ولده بمكة وهاجر المدينة اول ما ذا يدعو يدعو للتوحيد و desperداد من الشرق واللتوحيد و رسول على المدينة chegar疑 و الواحث وعث الى الثقالين الجن والإنس ما معنى هذا إذن أرتم أنه أن كل من بلغته دعوة محمد عليه الصلاة والسلام ولم يؤمن به فهو كافر كفر أكبر مخلط خلود أبدي في النهو حتى ولو كان يهودي أو نصراني أو مجوسي أو بودي إذن أرتم أنه يبرغل كلام نبي كلنا يهم صلى الله عليه وسلم لأن المتبع حقاً للموسى وعيسى عليه الصلاة والسلام إذا بعث النبي صلى الله عليه وسلم لا بد أن يؤمن به وإلا فهو كافر كفر أكبر أكبر الله سبحانه وتعالى به الدين هذا معنى أن هذا الدين كمول ولله الحمد لا يمكن لأحد أن يبتدع في دين الله سبحانه وتعالى أعدل عبد من المدينة لو أرضت على المدينة عندما يتحلل صفحات المدينة ولكن سماعها الخطأة لن تكون مدينة بالنسبة للأسلام ماتا للحق المدينة النبي عليه الصلاة والسلام لحق البشر نبي عنام صلى الله عليه وسلم ويقان أبدا الكتب أن المدينة ويقع متعادنة لا يوجد من المدينة لا خير إلا ودل الأمة علي وعظم الخير الذي دل علي التوحيد ولا شر إلا حذرها منه وَعَظَمَ الشَّرَ اللَّذِي حَدَّرَ مِنْهَوَ الشِّرِكُ نَبِيْخَ الْنَآيَنْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمْ نَنْمَيَانَ بِشِيَنْغَلَيْ قَطْرُتَنْدَ آرْقَلْ عَوَرْ قَطْرُتَنْدَ نَنْمَيْغَلْ لِي مِكَ پْرِشِرَنْدَ دِي أَذِي وَنْرَالْ إِغَتْتُّوَمْ تَوْحِيدُ عَوَنْرَ عَوَرْ قَطْرُتَوَمْ سَلَوَاتُمْ سَلَامُمْ عُنْدَا وَدَاثَ